يسعى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة أسوان على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030 تعود أهمية المركز التكنولوجي لتطبيق التكامل مع رؤية المتفقة مع التحول الرقمي والتي تقوم على ربط جميع الجهات بالمنظومة لمنع تضارب في البيانات يسعى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة أسوان على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030 ويعمل المركز أيضا على تحسين رحلة المتعاملين داخل المركز وتحسين تجربتهم وإشراقهم في اتخاذ القرار من خلال تعزيز صور التراحم المجتمعي وإيجاد مجتمع مشارك بفاعلية في التطوير ويستهدف للمركز التكنولوجي التحول نحو نقطة هامة تتعلق بالعاملين بالمركز وتحقيق بيئة عمل مناسبة وصحية مركز التكنولوجي هذا واحد من 11 مركز يقدم الخدمات المحليات للمواطنين المركز مؤخرا نضمنا 11 مركز دول خمسة منهم تم إضافتهم العام الماضي بتكلفة تقدرية حوالي 30 مليون جنيه المركز 11 مربوطين مع بعض بيقدموا نفس الخدمات بنفس المستوى بنتموا متابعيتهم باستمرار نضفنا إلى ذلك كمان مركز تكنولوجي متنقل بيروح للقرى والمراكز البعيدة يقدم لها الخدمات المركز يعمل على تقديم مبادرات لجميع الفئات المتعاملة معه حيث ركز على التمكين والدمج والاندماج بهدف تقديم خدمات تتفق مع المعايير المخططة لها وأفضل الممارسات العالمية في التمييز والشفافية والحوكمة كنا الأول بنتعب بروح نخلص مصلحة في الحكومة بلاجم عاملة زحمة والمكان مش كويس مش منصق إنما النهاردة الحمد لله يعني يجينا يجينا كل حاجة مزبطة وكل الموظفين في أماكنهم والموعيد مزبوطة وفي معاملة كويسة يعني أنا بشكر رسيات الرئيس على كل الخدمات وكل الحاجات اللي عملها في البلد والموقع هنا منتاز وخدمات جميلة خالص والموظفين مهتمين بنا في أقصى سرعة بيعملوننا محتاجاتنا بحب نشكر الرئيس على المجهودات المعمولة في المحافظة وهنا نظام جميل ما فيش زحام زي المكان الأول والموظفين جميعين على أحلى دور وأحسن استكبال الموظفين هنا خدمتهم حلوة وأي حاجة بنطبوها منهم بيلبوها يعني وأنا قبلت السيادة المحافظ بصراحة وقعد يسمعني واللي طلبته الدهوني بصراحة يعني ما تأخرش عني وتعود أهمية المركز التكنولوجي إلى تطبيق التكامل للرؤية المتفقة مع التحول الرقمي والتي تقوم على ربط جميع الجهات على المنظومة لمنع التضارب في البيانات وسرعة تقديم الخدمات على أعلى مستوى بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 30 مليون جنيه تمكن المواطنون في أسوان من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر عن طريق الربط مع 11 مركزا في مدن وقرى المحافظة